للتحرك نحو حلٍ سياسي على هذا الأساس من خلال سلسلة الموائد المستدرة ووفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في هذا السياق كدعم المغرب الجهود التي يبدلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوده الشخصي من أجل إعادة إطلاق مسلسل الموائد المستدرة السياسية بحضور المشاركين الأبع من أجل التوصل إلى حلٍ سياسي واقعي عملي ودائم على أساس روح التوافق وفقاً لقرارات مجلس الأمن ألفين وسبعمائة وثلاثة وهنا لابد من التذكير بتوابط موقف المغرب كما جدد التأكيد عليها صاحب جلال الملك محمد السادس للأمين العام للأمم المتحدة وهي لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستدرة التي حددتها الأمم المتحدة بمشاركةٍ كاملة من الجزائر لا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم التاتي لا عملية سياسية جدية دون العودة إلى إيقاف إطلاق النار من طرف الميليشيات المسلحة كما ينادي به أعضاء مجلس الأمن وموازةً مع ذلك فإن واقع الصحراء المغربية المعيش يترجم دينامية تنموية بوثيرة تعد من أعلامات شهده المملكة المغربية وذلك بفضل المشاريع المنجزة في إطار النموذج تنموي الجديد للأقاليم الجنوبية علماً أن سكان المنطقة يشاركون مشاركة كاملة من خلال ممتلهم المنتخبين ديمقراطياً في المجالس الإقليمية للمنطقة في جميع مراحل تنفيذ الإطار السياسي الطموح حيث أن المشاركة النشطة لهذه الساكنة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للملكة تنبتق من تشبتها الراصخ بالوحدة الترابية للمغرب ومغربية الصحراء